واحد من اهم النجوم اللي فرضوا اسمهم بشكل كبير من وهو ناشئ صغير كل اللي كان بيتابع واحنا كنا بنتابع كرة القدم وبنغطي كصحفيين وكاعلاميين كان اسم واق الرياض شيتوس يعني بارز بشكل كبير من ساعة ما كان ناشئ ثم صعد الى الفريق الاول ادر ان هو كمان ياخد برونزيك كس العالم مع منتخب الناشئين مع الكابتن شوق غريب مع جيل زهبي من افضل الاجيال اللي مرت على الكرة المصرية ثم بعد كده ادر ان هو يساهم مع النادي الاهلي كمان في الحصول على 13 بطولة وقت مكان موجود طبعا لاعبا داخل النادي الاهلي واخيرا هو ضمن الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة الكابتن شوق غريب اللي شارك في الاولمبيات الاخيرة وواحد من ابرز النجوم في الكرة المصرية اشتغل في الاعلام وكان ظهر بشكل مميز جدا في الاعلام وبيروح اي مكان بيكون لي بصمة كبيرة كابتن نوال براحضيك ازاي كابتن اسلام عمد ايه خبرك ايه وحشني وانت والله وحشني جدا انا بشهرك طبعا عن المقدمة الجميلة دي وسبحان مغير الاحوال يعني كنا لسه بنتكلم يعني طبعا انا باتشرف باسلام صادق لان اسلام قعد يعني هو زميل مش زي ما هو قال بس في حتة ان هو قعد فترة يغطي الاخبار تحت الناد الاهلي وهو كان صحفي ساعتها وكنت برضو انت في بداياتك يا اسلام يعني وانا في بداياتي كنت انت لسه في بداياتك اه انما انا واسلام اشتغلنا عبعض يعني اشتغلنا عبعض فترة طويلة جدا في كنات النهار وعملنا شغل كويس جدا ويعني توطدت العلاقة مش توطرت توطدت بشكل كبير جدا في كنات النهار فانا مبسوط جدا ان انا موجود معاك يا اسلام وطبعا يعني برنامج مميز وضيوفك مميزين والمحللين اللي معاك محللين مميزين بتابعك كابتر رضا عبدالعال اه كابتر رضا ما فيش حد ما بتابعوش كابتر رضا لزيز وده مخفيف وكان لعب كبير طبعا فطبيع ان احنا لازم نتابع بتتفق مع اراءه ولا في بعض الاراء ما تتفقش معه لا انا كابتر رضا بص انا كابتر رضا ولا كل الاراء ما تتفقش معه لا 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 بالعكس لا كابتر رضا بص انا بحب رضا عبدالعال جدا جدا وهو لاعب يعني كنت باعشاؤه خاصة كمان هو في الزمالك يعني هو في الزمالك بالنسبة لي كان معلم بشكل كبير جدا معاه اه انما اراءه الفنية اللي بيقولها بتتفق معاه في حاجات كتير جدا ولكن ممكن اختلف شوية مع الطريقة يعني الطريقة بيبقى فيها شوية عنف شوية عدم مراعاة لمثلا لنفسية لاعب او كده مع انه كان لعب وكان لعب كويس وكان لعب كبير انما في الآخر كابتر رضا شخصية طيبة فالناس كلها بتتقبل منه عشان عارفين ان هو يعني طيبة هو دايما بيكلم بشكل عفوي اه يعني هو ما انا بقولك بص هو اهم حاجة اسلام ان انت كإنسان ما يبقاش عندك اجندة طالما هو ما عندهش ما انا بقولك طالما ما عندهش اجندة فالناس هتتتقبل منك ما فيش مشكلة فكابتر ده يعني شخصية طيبة فانا ما عنديش مشكلة معاه بالعكس بتبسط لما بشوفها طيب بكلمك وانت شهلت في الاعلام وانت كنت نجم كبير سواء لاعب او مدرب وطبعا كنت معاه يعني جزء كبير من الجيل اللي موجود مع المنتخب الاول دلوقتي عايز اسألك على مدى تأثير او تأثر اللاعبين بالسوشيال ميديا والاعلام عموما او اللي بيتقل في الاعلام ولا الجهاز الفني بيقدر على حسب قوته بيقدر يفصل اللاعبه عن السوشيال ميديا والاعلام لا بص اولا يعني وقت ما انا كنت بالعب وحتى بعد ما اشتغلت في الاعلام بعد ما بطلت ما كانش السوشيال ميديا بالقوة دي قوة السوشيال ميديا يعني دلوقتي مختلفة خالص عن قبل كده مهما كان قوة الجهاز الفني مهما كان قوة الموديل الفني مهما كان قوة موديل الكورة مش هيقدر يفصلك لأنه هو في الآخر مش هيعرف ياخد منك الموبايل يعني غصباً عنك كجهاز فني أو كحد مسؤول اللعبة بتخش وبتسمع وبتشوف وبتقرأ وبتتابع فالدنيا مفتوحة فتحة غير طبيعية ما كانتش موجودة زمان فعشان كده دايماً أنا بقول أن الموضوع دلوقتي من المحللين ومن الإعلاميين يبقوا أخدين بالهم بس أنه فيه فرق ما بين النقد وأنك تفتص يعني فيه فرق ما بين الاتنين فيه فرق ما بين أن أنت تمدح وبينك تخلي حد يتغر يعني في النحيتي فدي مهمة جداً لأن دلوقتي الحاجة التي تتعامل يا إسلام كويسة من اللاعب مختلفة عن زمان دلوقتي بتوصل لـ 100% مع السوشال ميديا أنت عملت إنجازات زمان الحاجة للـ 10% توصل لـ 20-30% بالتسيط بتاع الإعلاميين أو بتسيط البرنامج والموضوع بيتلم يعني نعم دلوقتي سواء في الناحية الإيجابية أو في الناحية السلبية الموضوع بقى أوفر جداً لأن ما بقاش إسلام صادق بس اللي بتكلم ما بقاش كابتن شبير بس اللي بتكلم ما بقاش سيف زهر بس اللي بتكلم لا ده بقى غيركو في مليون منصة إعلامية على السوشال ميديا في مليون برنامج تحليلي في مليون محلل وواحد بيتكلم في الكورة غير الميت مليون أصلاً اللي بيجي فهموا في الكورة وبيتكلموا في الكورة وعندهم كل واحد عنده الأكاون بتاعه واللي عنده الفيسبوك بتاعه واللي عنده الصفحة بتاعته اللي يقدر يقول أي حاجة وتتشير وتوصل وتروح وتيجي فالدنيا بقت مفتوحة خالص فعشان كده دايما بقول أن الموضوع زمان مختلف عند الوقتي خالص طيب مختلف عند الوقتي علشان ثقافة اللاعب أوه طبعاً يعني هل اللاعب ما هو برضو الناحية الثانية حاليا نكلم في الشقين يجي يقولك طب ما أنت لاعب بتاخد دلوقتي حتى أصعر اللاعبين بقت مختلفة يعني أنت أو أنت على أيامك ونت مش من بعيد أوي يعني يعني كان اللي بياخد مليون جنيدة حاجة كبيرة أوي أو 2 مليون جنيدة أو 5 مليون جنيدة حاجة كبيرة أوي دلوقتي أو لما كنتوا بتطلعوا أنتم كافأة 100 دولار كانت الناس بتفرح دلوقتي الـ 500 دولار يقولك دي ما يعني ملهاش طيمة آه ملهاش قيمة طيب الناس بتجي تكلم دلوقتي تقولك طب ما أنت بتاخد 20 و 30 و 40 مليون ما أنت لابد أنك أنت تقدر تتعامل مع الضغط لا بص القصة اللي هي علاقة باختلاف الماديات هي اختلاف أزمنة ملاش علاقة بالسوشيال ميديا يعني اللي كان بياخد في وقت مليون دلوقتي بياخد 15 بياخد 10 أو 15 لأن الدنيا اتغيرت كل الأسعار اتغيرت مش في الكرة بس في كل السوق وفي كل الماركت الماركت اللي موجود هتلاقي مختلف الأسعار اختلفت فمش عايزين ندخل قصة الأسعار لأن الأسعار أيامي المليون كان كابتن مجد عبدالغاني بيتكلم على إنه بياخده مليون كابتن مجد عبدالغاني اللي قابليه كان بيتكلم على إن كابتن مجد عبدالغاني بياخد بالماديات مش عشان أنا باخد 10 أو 15 مليون دلوقتي مش أنا كوائل يعني اللعيبة دلوقتي فأنت ده يبقى دم مستباح يبقى أنت هتقطع فيها وتنتقدني وتفرومني وتفتصني عشان باخد 15 مليون هو ده أنا متعمد أسألك السؤال دوت علشان أنا عارف الإجابة أن أنت هترد كده لأن فيه البعض يقول لك كده البعض على السوشيال ميديا ورد يقول لك تما هم يعني فيه على قدر الانتقاط بيكون المبالغ اللي بتتاخد أو الأسعار اللعيبة لا لا بص بص يعني أصل في الآخر الرجل اللي على السوشيال ميديا أو الرجل الجمهور بصفة عامة هو مالوش غير التسعين دقيقة ما بيشوفش غير التسعين دقيقة ما بيشوفش أن اللاعب بيدغرب عن بيته وعن أسرته ما بيشوفش أن الأعياد مثلا الأعياد اللي هو حقق أصيل لكل واحد أن هو يقضي عيده مع أسرته مع أهله مع أولاده لعبت الكرة وقت كتير جدا بيبقى عندها معسكرات عبدالنها سفريات عندها حاجات بتخليها ما تبقاش متواجدة بشكل كبير دي تطحيات ما بياخدش باله أن جسم لعيب الكرة بيفضل طول حياته الكروية يفضل يعني يتهري بالميزان يتهري لا مش بالميزان يتهري إصابات ويتهري عمليات ويتهري كلام ده كله وكل الكلام ده من ضمن التطحيات اللي بتتقدم فلعيب الكرة شأنه شأنه كل واحد هو بيضحي آه بياخد فلوس كويسة أو بيعيش عيشة كويسة ولكن هو بيقدم بيقدم حاجة ربنا بيدي له موهبة ما ليها علاقة بالكورة طبعا ممكن واحد يبقى عنده موهبة العنف موهبة الاستخلاص موهبة الترئيس كل واحد حسب موهبته كل واحد في الحداشر اللي موجودين في المرعب عنده موهبة معينة من ربنا سبحانه تعالى فكل واحد بيستغل الموهبة دي وبتدخوا قدامها ماديات كويسة ولكن أنا عايز أربط ده بالكلام اللي انت كنت تتكلمه في الأول خالص زي ما بقول لك هو مش معنى ان أنا بياخد عشر أو خمساشر مليون ان انت أبقى دمي مستباح ان اي حد يقطع فيها وكل الناس تتكلم عليها ولكن في نقطة مهمة جدا إسلام وهي ان الماديات الماديات مش عايز الناس أو الجمهور أو السوشال ميديا يحطوا في دماغهم ده فلان بياخد كذا فيروح سلخه ده فلان بياخد كذا لا لا هو الموضوع مش كده الموضوع مش كده بس على قدر اللي انت حاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية أنا اتكلمت فيما يخص الجمهور فيما يخص اللاعب بأزة نفسه وثقافته مهم جدا انه يقدر يفصل نفسه يفصل نفسه عن مايفرش معاه المتح والزم اللعيب اللي يوصل بالمنتالة بتاعه بتفكيره وبدماغه للنقطة دي هيبقى في حتة تانية بمعنى محمد صلاح قال كلمة كويسة جدا في المؤتمر وقال ان انا عندي كم من الخبرات دلوقتي تخليني اقدر اتعامل مع النقطة ممكن ما يستحملش النقطة خلي بالك بس يقدر يتعامل ودي مهمة جدا فاللعيب اللي يقدر يشتغل على دماغه انه يقدر يبقى عنده المتح والزم اللي اتنين زي بعض تعرف انه خلاص ابتدى دماغه تعلى وبتدى يستوي وبتدى ينضج وبتدى يفهم لان اللاعب اللي الناس تتكلم عليه كويس دماغه تعلى ويبدأ ده انا كنت جامد جدا ده انا مش عارف ايه وبتاع مش يعني هيقع بسرعة جدا واللعب العكس اللي الناس تنتقده او تقول ان هو وحش فيبدأ مدلدل ومتدايق وزعلان وارفان ومخنوق برضو نفس الكلام فاللعب بقى اللي ما يفرقش معاه الكلام الكويس من الكلام الوحش هو ده اللاعب اللي المفترض اللي يبقى تشتغل على دماغتهم فيه لعيبة كتير جدا دلوقتي بقى عندها اللايف كوشنج الرجل اللي بيقدر يتكلم معاهم في تقبل النقد ان ما يفرقش معاك المتح ان انت تشتغل في المواقف بتاعتك لان كورة القدم يا اسلام ودي كلام انا كنت بقوله للعيبة الصغارة اللي كنت بقعد معاها وبتكلم معاهم اثناء رئاسة الديجلة او حتى القطاع الناشئين او حتى في المنتخب ان مطش الكورة التسعين دي انت بيمر عليك احداث كتير جدا بيمر عليك احداث فرح واحداث حزن واحداث عنف واحداث انك بتقابل واحد صاحبك انتيمك اصلا بتخرجه مع بعض بالليل بس يعني مثلا انا وجمال حمزة انا وجمال حمزة صاحب جدا جدا وكنا بنتقابل في مطشاط اهل وزمالك ما يعني انت لو سلمت عليه بحب قوي الجمهور يشتمك سواء انا او هو فاهم قصدي فانت ازاي تقدر توصل ان انت انت حبيبي بس في نفس الوقت احنا دلوقتي في حلبة مصرعة فكل الكلام ده في التسعين ديئة محتاج منتاليتي ومحتاج عقليات جمدة جدا عشان كده دايما الموهبة اللي مرتبطة باللعب بس ما بتكملش انما لازم الموهوب ده فعلا اللي ربنا يوهبه تفكير كويس عند انت لاعب عندك تفكير كويس هتقدر تكمل وتوصل لمستويات عالية او الجيل بتاعكو يحمد ربنا ان ما كانش فيه سوشيال ميديا ولا ضغط اعلام بالشكل ده الجيل بتاعكو وبعد كده اللي هو الفين وستة والتمانية وعشرة ده انا بقول علشان كده اتحقق بطولات كتير وانجازات كتير سواء على مستوى الامدية او مستوى المنتخبات اللي بالعكس ده انا بقعد اقول يا ريت السوشيال ميديا كانت موجودة ايام ما نكنت بالعب مسلا يعني ده يا ريت ده انا بقولك ان الواحد لما بيرقص ترقيصة دلوقتي بتبقى بمقام اكنني مر رقص عمل عشرين ترقيصة ده البطولة لما في ايامنا او الموهبة يعني هقولك على حاجة حازم امام واحد زي حازم امام لو بيلعب ايام السوشيال ميديا بقى بالسوشيال ميديا حازم امام يعمل رقم كام دلوقتي يعني يعمل قيمة تسوقية لحازم امام الكبير طبعا كابتن حازم يعمل قديه فلوس هيعمل رقم خزعبلي هيبقى بملايين الملايين في امام قصدي وحط بقى ناس موهبين كتير جدا واحد زي عب سلطار صبري عب سلطار صبري ده من احرف انا باعتبره احرف واحد لمس كورة في مصر عب سلطار صبري طبعا اكتر من شكبال عب سلطار صبري احرف شكبال اللعب كميز جدا انا مع عب سلطار صبري احرف واحد لمس كورة في تاريخ جمهورية مصر عب ايا منذ ان خلق الله منذ ان خلق الله لعبت الكورة لغاية وقتنا ده عب سلطار صبري احرف لعب كورة وحازم امام يقولك كده وجمال حمزة انا بايقولك على الموهبين ايو ماشا طفق بس انا لازم هقولك الرد التأي يعني الرأي التاني بس انا يعني انت بتتكلم يعني عب سلطار صبري اللعب كبير جدا جدا لكن في تاريخ مصر كاحرف لاعب مش شايف ان انت ممكن تكون ظلمت بعض لي وجهة نظر انا او ابو تريكا ابي اولا بقى له بقى له وجهة نظر اليه سيناريو سيناريو مُبتبق عليه امري رايح جاي امري ما حصل سنة. انت اشتغلت معي كم سنة. اشتغلت معك ثلاث سنين مسلا. طيب. قلتلك قبل الحلقة اتفقت معك. لا قلتلي انت مكنتش ينفع كل حاجة. لا اسمع. لا اسمع. لا انت عارف ان اي حد بيشتغل معي لازم يعني لازم اكون الاخبار يعني عارفها كويس جديد. لكن عمري ما تفهم مع حد على سناريو. ليه تبقى كارسة. كارسة اه. لا ان انا اخليك ان يبقى فيه سناريو. ده الفيلم ده ممكن يتقل على السوشيال ميديا. لو انت عيسلمش على السوشيال ميديا ده براحتك. طيمن. لكن عمري ما ما اتفق مع حد ولا هتفق مع حد. طيب خلينا نرجع. خلينا ارجع لك بقى. دي وجهة نظري. لا انا وجهة نظري عب سطر يعني تفرج حتى على فيديوهاته وعلى حاجاته. انا ما بيصدمش حد. لا يعني بقول من احرف. واحد زي انت قلت لي احرف. احرف احرف. 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 واحد زي الامد حزم في الاسماعيلي. كل الاسماعيلي. ايوه انا انا دي وجهة نظري. هو احرف واحد بالنسبالي رقم واحد. وبعد كده ممكن رقم اتنين رقم تلاتة كل الاسماعي انت قلتها. يعني مش موضوع انه قف عنده. يعني مش شايف انه موضوع كبير. يعني الموضوع كبير او كده مع البطولات المجمعة. بتختلف دلوقتي وانت تعملت مع الجيل الحالي اللي هو او جزء من اللاعبين. بيختلف عن التصفيات. علشان كده بيبقى الضغوط شوية اكبر على اللاعبين في البطولات المجمعة. وبالذات لما تبقى في امم افريقيا. لأ ما هي البطولات. اقوم منك الاجابة بعد الفاصل. طيب ماشي. بعد الفاصل مع واي الرياض شيف. نسا مكمليين مع النجم واي الرياض. كابتن واي البطولات المجمعة. وتحديدا خلينا نتكلم على الجيل اللي هو اللي موجود دلوقتي. لان انت اتعملت مع ناس كتير من فتوح ومصابة محمد ورمضان واسماء طبعه وعبد المنعم. يعني في اسماء كتير يا. وصبحي. هل البطولات المجمعة بتبقى مختلفة عن البطولات في الضغط في ان احنا دايما نتقال ان احنا بدأنا الفوق في مباراة كده ظهر. طيب هو بس لازم نفصل ما بين مباراة التصفيات. لان دي بتبقى مباراة بعد مثلا يعني اتنين وسبعين ساعة من التجمع. بتعمل بتلعب مباراة في الاجندة. مباراة وبتمشي. فانت بتتمرن يومين تلاتة بيبقوا تحضريين ما بيبقوش فيهم حاجة. مبتلحاش تامل فيهم حاجة. مبتلحاش تامل فيهم حاجة. غير انك تبقى في بطولة مجمعة اللعيبة في معسكر اه وقت طويل. اه بياكلوا بيشربوا بيناموا بيلعبوا بيتمرنوا بينساجموا. كل انك تعدر الدور اللي بعد كده. والمكسب بيجيب مكسب. انا دايما بقول الجملة دي. ودايما بتوع الكورة عارفين الكلام ده. ان المكسب بيجيب مكسب وبيجيب ثقة. فاحنا لما اللعيبة كسبت المباراتين بتوع اه السودان واغنيا بيساوا. وبعد كده. صعدنا للدور اللي بعد كده. وقابلنا اه 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 كان عندهم قبل مبارات اه 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 كان فيه وقت كمان مساحة كويسة. اسبوع تقريبا. اشتغلوا فيه بشكل كويس. وثقاتهم عالية جدا في نفسهم. ولغة الاعلام اتغيرت. خلي بالك لو تلاحظ ايسلام في في الاسبوع ده. الاعلامين كلهم لغاتهم اتغيرت. لغاتهم اتغيرت بناء على قناعة. بناء على تعليمات. بناء على سكريبت. بناء على سكري اي بناء عليه. اي بناء. بناء على الوطنية. بناء على اي حاجة. بس في الاخر كل البنامج لغاتها اتغيرت. وده وصل للعيبة. يعني ايه وصل. يعني ايه لغاتها اتغيرت. يعني لما كنا في التلات مبارات الاوليين. تقطيع تقطيع تقطيع. طريقة اللعب وحشة. طريقة اللي مش عارف ايه وحشة. اللعبة وحشة. اللي مش عارف ايه وحشة. كل الكلام ده كلام سلبي. كلام سلبي. انما بعد كده لما نلاقي هاشتاج بردامج اسلام صادق. مصر تقدم. ولا مصر قادرة برنامج تاني كلنا ورا منتخب مصر برنامج تالت لازم ندعم ونقف طب الكلام ده يا جماعة وجهت نظري انه كان من بداية البطولة لغاية ما نخرج ما نقيمش تقييم فيه تفتيس احنا نحاول نزق والنعم طالما ان الاتجاه طالع في او المنحنة طالع للصعود لان هو ما كانش في حد ممكن يدخل ان مصر مش هتصعد للدول بعد كده ما كانش مستحيل يعني انما كان فيه تفتيس للعيبة كتير جدا انا كنت كاتب على صفحاتي كتابة مبارح ويمكن دي دي قناعاتي ان فيه فرق ما بين ان انا اقول ان اسلام صادق صحفي لا يصلح لا يصلح فيه فرق ان انا اقول اسلام صادق صحفي عنده قدرات كويسة ولكن في اليومين 3 اللي فاتوا كتاباتوا مش كويسة الفرق كبير جدا ما بين الاتنين الفرق كبير جدا يعني التشبيه ماينفعش بس ماشي انا باتكلم على ان يعني خلينا نقول اه بالزبط خلينا نقول على اللعيبة ماينفعش ان انا لاعب عنده خبرات وعنده تاريخ وعنده نجاحات عنده نجاحات نجاحات دولية ونجاحات محلية ونجاحات احترافه نجاحات في اي حاجة ماينفعش ان انا اقول ان اللعب ده لا يصلح انه بيبقى لعب دولي ليه ما هو لا يصلح دي انت قفلت ان هو كان لعب دولي قبل كده وقفلت على نجاحاته اللي كانت قبل كده انه ممكن دلوقتي نقول ان هو حالته دلوقتي وحشة المباراة دي وحشة وحش فيها انا شايف انك انت يعني حصرت القصة في الاعلام لا 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 وما بتتكلمش على دور الجهاز الفني لا انت سألتني انت سألتني انا بكلمك على ان ماشي انت سألتني انا باخده لك واحدة واحدة المسندة باخده لك واحدة واحدة طيب يعني هقول لك على كل المنظومة اه خلينا كمل لك بس جزئيه هو انت النهاردة لما قدت كويس وكسبت ماشي ليه انت ما تقولش ان الكل انا لسه ما اتجدش ناحية المكسب انا كل كلامي قبل ماشي كنت بور لا لا انا كل كلامي كل المحللين كل المحللين بينتقدوا اللي شايفينه خوفا على المنتخب وعايزين بلدهم منتخب بلدهم يكسب او يبقى بينافس او يظهر بالشكل اللي يليق بيه فبالتالي بينتقد بيقول واحدة اثنين ثلاثة ثم بعد كده لما حصل مثلا الاداء مميز كل الناس يبقى اللي بيتحكم في الرتم مين اللاعب ولا اللي قاعد في الاستوديو فانا بكلمك على دور اللاعب لان انت اتعاملت مع اللاعب فشايف ان دور اللاعب بيختلف في البطولات المجمعة الجهاز الفني طبعا 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 خليني بقى اقول لك على يعني احنا اتكلمنا على النقطة اللي تخص الاعلام والمقاد والمحللين خليني نتكلم على الجزء اللي يخص التيم بقى التيم اللي هو عبارة عن لعبين واجهاز فني وإداري وطبي وعمال والدنيا دي كلها لا طبعا الدنيا مختلفة لانك انت في البطولات دي بيبقى فيه قفلة يعني انت كجهاز فني بتعمل قفلة على اللاعبة بتقدر تعيشهم في الاجواء اللي يقدروا يبضعوا فيه في المباريات ويقدروا ان هم يوصلوا ليوم المباراة في حالة بدنية وزهنية وخططية مناسبة جدا عشان يقدروا يقدوا تسعين ديئة مناسبة ممكن تعمل كل ما عليك انت كجهاز فني انما اللاعب ينزل ما يقديش وارد في كرة القدم وتحصل وارد وبتحصل كتير جدا وارد ان اللاعب يستوعب كل التعليمات ويستوعب كل التوجيهات اللي بتتقلق من الجهاز الفني سواء قبل المباراة او في الفترة بتاعت التحضير للمباراة او حتى اثناء المباراة وينزل يعمل ماتش كويس المشكلة بتاعتنا الفترة اللي فاتت هي ان مستر كيروش ما كانش لسه على دراية كبيرة ممكن بمراكز اللاعبين كان بيحاول يجرب وكان المشكلة ان ما كانش البطولة وقت التجربة يعني انا كنت مدعم جدا 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 لتجربة بتاعته في كاس العرب لان انا كنت عارف الاهداف بتاعت كاس العرب هي مباراة ودية واخد اطار الرسمية من الاجواء اللي عايش فيها ومن تنظيم الفيفا انما هي مباراة مباراة ودية فانت تجرب اعمل اللي انت عايش تعمله فيه انما دخلنا البطولة فعلا كنا محتاجين نخش مباراة ناجيريا بشكل مختلف بتشكيل مختلف بتوظيف للعيبة بشكل مختلف فهو الانتقادات جات من كده انما ما ينفعش ان انا نقول ان كيروش مدرب وحش يعني ازاي ؟ فده فهم قصري debuggingLA ازاي هقول كيروش مدرب وحش ؟ معندوا ناجحات غير طبيعيه انه لي Rum Rehatt ممي رقاه جوزيه مدرب كويس طبعا مدرب كويس فشل بعد الاهلي اول لا موكن ما حققش النجحات الي حققها في الاهلي فهي فشل بعد الاهلي فبالتالي انت فبالتالي ان انا اقول ان هو مدرب وحش لا هو عند مثلا هو مدرب هويفضل مدرب بُصنُم هيفضل مدرب مُصنُم التحاجات ده مثلا هو مدرب فشل معه فهيطلع يقولك الناس اللي بتشجع التحاجات ده مثلا اه او بيروزي الايراني او منتخب انجولا اه هيقولك لو روحت سألت واحد من انجولا ايه رأيك في جوزيه هو ملوش دعوة بان هو عمل انجازات مع نادي الاهل هو ليه دعوة ان انا النهاردة ده منتخب بلدي منتخب انجولا في 2010 والبطولة مقامة على ارضي وسط جمهوري هو مدرب فشل محقليش فمدوش علاقة تاريخه هل ده معناه يبقى ده تقييم الوقت ده ممكن على فكرة جوزيه مع منتخب انجولا لو مسك منتخب انجولا تاني ينجح ممكن ينجح الجهري الجهري كان بانتقد لا انا مش ضد الانتقاد حسن شحاتا وانا مش قعدت مكانك واشتغلت وانتقدت انا مش ضد الانتقاد انا بتكلم على توقيت الانتقاد واختيار الالفاص والانتقاد انت اختزلتلي القصة في الاعلام انت اللي دخلتني في الاعلام انا مدخدش الاعلام انا بتكلم دلاتي على اللعيبة وعلى الجهاز الفني وانه هما في البطولات المجمعة غصبا عن يعني غصبا عن اي حد هما قاعدين مع بعضهم انت لما بتطلع رحلة مع اصحابك يوم وترجع غير لما بتطلع تقعد ثلاث اربعة ايام بيبقى فيه الفة وانسجام وبقى فيه حاجات تانية خلص مختلفة طيب قل لي ايه التغير اللي حصل في اداء مصر قدام كودفور السقة 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 اللي عند اللعيبة اللي وصلت لهم من مكسبهم مكسبهم والمباراتين الاولانيين التركيز واحترام المنافس جدا لانهم احترموا كودفور بشكل كويس وواضح انهم درسوا الموضوع بشكل كويس قوي عدم اللعب في مراكز اللعبين واللعب بتشكيل اتفق عليه معظم المحللين يعني معظم الناس اتفقت على تشكيل ده الامثل وممكن يبقى الاختلاف واحد او اتنين مش قصة انما في الاخر كله بلعف مكانه كل واحد فده كان دور من الادوار بتاعة الجهاز الفني يبقى المحللين اللي كانوا بينتقدوا كان عندهم حق ان لما كان بيقولك ان فلان بيلعب في حق مثلا انت مش قادر تفهم انا اقضي مثلا ما خلينا نمشي برضو واحدة واحدة مصطفى محمد بيلعب جناح هالمفروض ان انا كمحلل مش انا مش اسلام صادر كمحلل فني في اي حتة في الدنيا انت لو شفت ده هتنتقده ولا مش انا انتقده بس طبعا انا انتقده ومعني مش مشكلة في ده ان ما انا بتكلم في نقطة ان ان الحاجات العوامل اللي خلت المنتخب زي ما انت بتقول ايه اللي خلى المنتخب يظهر بالشكل ده امام كودفوار كل الحاجات اللي ليه علاقة هو باللعيبة لموا بعضهم بشكل كويس لقوا ان ساقاتهم بنفسهم علية بشكل كويس الجهاز الفني اشتغل على المباراة بشكل كويس انه درس كودفوار احترم كودفوار في الاخر داخل مباراة انت يعني حضر لها بشكل كويس قوي زائد ان بيوصل زي ما بقولك بقى ان بيوصل للعيبة كل اللي بيتقال عليهم وكل الدعم اللي بيوصل لهم فكل الدعم كان قبل مباراة كودفوار الاسبوع كله كان شغل ايجابي من الناس كان شغل ايجابي من الناس فطالما فيه شغل ايجابي وانا محضر كويس ومذاكر كويس هيطلع نتيجة كويسة طيب هل ان انت قابلت منتخب كبير زي كودفوار ده واحنا بنجيد اللعبة امام المنتخبات الكبيرة عشان بيكون منتخب احنا منظم منتخب بيلعب بشكل يعني فيه تقدر انت تبقى فاهمه شوية غير المنتخبات احنا اللي هي مش عايزة اقلل من المنتخبات اللي احنا وجهناها لكن لما بتقابل منتخب كبير انت بتاعب تتعامل معه هل ده ممكن يكون لي دور طبعا انت لما بتقابل منتخب كبير غير ما بتقابل منتخب صغير وان كانت دلوقتي في افريقيا بعد ما بنتفرج والكلام ده بنقوله من فترة على فكرة مفيش منتخب صغير دلوقتي في افريقيا يعني المنتخبات كل الوقت قدمت نسبة المحترفين في المنتخبات صاحبة الأسامي الصغارة عالية قوي بقى عندهم محترفين كتير جدا 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 فكل ما عدد المحترفين في المنتخبات الصغارة بيكتر كل ما النظام في الملعب بيكتر لأنه خلاص هو عايش حياة المحترف في النادي بتاعه في أوروبا فانت دلوقتي لما بتقابل بقى منتخب عنده صمعة كويسة وعنده بطولات كويسة وعنده خبرات كويسة واسم كبير انت اللي بيفرق حاجة الوحيدة بس اللي بتفرق معك انك بتحترمه انك بتحترمه فلما بتحترمه بتشتغله كويس بتحضرله كويس بتذكرله كويس كل الكلام ده بيفرق معك في المرعب بشكل كبير وان كان وان كان انا دايما بقولي الاسلام ان منتخب مصر منتخب مصر الجيل اللي موجود جيل كويس قوي الجيل مش وحش انما محتاج ان هو يبقى فايق كل مطش لو منتخب مصر فايقين هيعملوا مبارزة اللي عملوها قدام كودفور منتخب المغرب او المطش اللي جاي ده مطش صعب جدا خلي بالك صعب جدا صعب في كل حاجة صعب انك بتقابل تيم المفترض نقاط تيم قوي في المغرب ده جيل كويس وجيل مميز الارقام بتاعتك في اللقاءات بتاعت المغرب على مستوى التاريخ اللي فات مش كويس يعني لما تتقابلوا 23 مرة منهم 3 مرات بس مصر بتكسب المغرب 3 مرات بس وحوالي 11 مرة تعادل وتسع مرات او 11 مرة مكسب ليهم وتسع مرات تعادل رقم رقم يتعمل له حساب فاسمه متخب يبقى تبقى بالارقام ولا بالاداء في الملعب بالاداء في الملعب ولكن اللي بيخليك تحترم المنافس بتاعك ارقامه المغرب كذبانها 13 مرة المغرب كذبانها 13 مرة وانت كذبان 3 مرات وفيه كم مرة تعادل تعادل 11 11 طيب ده رقم كبير ده رقم كبير فانا بتكلم في حتة ان شاء الله المرة الرابعة تبقى من مصبنا احنا هنكسب المرة الرابعة بإذن الله بإذن الله انما اللي انا بتكلم فيه ان الارقام اما للمنتخب بيبقى كبير بايه ببطولاته النادي بيبقى كبير بايه طب ليه ما ما تتكلمش ان المنتخب واخد بطولة افريقيا سبع مرة طبعا ما انا بتكلم انت عندك حيستروي قوي جدا ما انا بتكلم ان انت لو منتخب مصر وتمتلك محمد صلاة ما لسا بقولك او لو منتخب مصر ما تفتص في اللعيبة يا هاوائل وانت يعني والفرقة لسا كذبانة ودخلين يعني الارقام اللي انت بتقولها دي بتفتص في اللعيبة خالص دي الارقام دي تخليك تحترم المنافس اللي انت هتنفسه زائد ان المنافس دلوقتي بيدرس نفس ارقامك بيقول خلي بالكم احنا اللعب منتخب مصر اخد بطولة سبع مرات وعنده محمد صلاح حصل لعب في القارة عنده كابتن الارسل المحمد النني عنده احصل لعيبة موجودة في القارة فكل الكلام ده هم كمان بيدرسوه الماتش ما بين فرقتين كبار اوي في افريقيا فانما الارقام في المنافسات او في المباريات المشتركة ما بينهم لصالح المغرب فده يخلينا ان احنا نحترم بدل ما كنا بنحترم الكودفور بنحترمها 80% احنا مطالبين نحترم المغرب 100% اللي احترام من 100% اللي مايبقاش 101% عشان مايقلبش الخوف في فرق كبير ما بين الاحترام وبين الخوف انت بتخافش من اي حد انت منتخب مصر ان شاء الله باذن الله لو انت كويس هتكسب اي حد اي حد الوينش يعني المفروض ان هو خف ودلوقتي المفروض ان هو جاهز لمباراة المغرب انت كمدير فني تلعب بالوينش ولا محمد عبد المنعم جنب احجازي لا هلعب بمحمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اوه يعني انا هلعب انا بحب الوينش جدا والوينش العيب كبير احوان انا بكلم على البطول انما خلينا اقول ايه فيه مبدأ عند المدربين بيقولك اللي تكسبه اه اه ابو الدهب لسه كان بيقولك كلام ده باي انا كده اه بالزبط اللي تكسب بيه تلعب بيه انا عشان انا غيرت كيباش فخلينا يعني ما تلعبش يعني امشي في البطولات دي بقى امشي بالتشكيل اللي عمل شكل كويس حمدي فتح مصاب بيه من بديله من هجة مmanزق يعني انا ممكن ممكن العب بتلاتة في مص الملعب ما هو لعب بتلاتة ايه يعني يعني ما بين عبدالله بين زيزو في ناس تقول مهند في ناس تقول ابام عشور بص انا اقول لحاجة انا لو وائل صاحب القرار انا ممكن نلعب بامام بامام عشور رغم ان رجلي مش فى المتشاط مش فى الابطولة مهند رجلي مش فى المتشاط ومهنط كان بيسخن المطشفات كده ينزل مكانه يعني مهنط كان هينزل التغيير اللي انزل هزيزه وكان هينزل هو مهنط فده يوم حيلك هؤكيد بيتمرنه كويس يعني من الشمي يعني أكيد وقفين على حيلهم النجام اللي ممكن الراجل يعمله ممكن يلعب بمهنط ممكن مهنط ممكن يعني ادمغى الراجل كده مهنط عشان تأميني الدفاعي أكتر اه عشان التأمين هل يعني برضو البعض بدأ يتكلم على ان انت اربع ماتشاط او اربع ماتشاط في البطولة سجلت هدافين فكيفية السبب دوت او الاسباب ديت هل علشان انت يعني اللي قدامك بيبقى مقفل شوية ولا علشان طريقة اللعب اللي انت يعني بتاخد بها المباريات طيب لا هو ليها كذا سبب السبب الاولاني انت على فكرة زي ما بتعمل احصائية في الهداف اللي احرستها اعمل احصائية في الهداف اللي اهدرتها فانت في جوان كتير كان ممكن تيجي بفرص من اللعيبة انما ما كانش فيها توفيق هل بنوصل او لو بنوصلش بنوصل طب البطولة ذات نفسها ككل هل نسبة التهديف عالية في المباريات هتلاقي مباريات قليلا اول النسبة التهديف بتاعي عن الواحد او اثنين انما البطولة كلها تحس ان هي بطولة بطولة الواحد صفر بطولة الاثنين واحد بطولة الواحد واحد هي بطولة بتاعت اخطف وجري. لان هي البطولة ذات نفسها اصلا هي بطولة اصلا اخطف وجري. يعني هي ما كانش حد عايزها تقام ولا كانت الدنيا كلها ضدها فهي اتعملت عشان يلا جماعة نعمل بطولة افريقيا والموضوع يخلص. فلا في كذا عامل ممكن يخليك ان انت ما تحرس اهداف كتير وان كان انت بتعمل التارجد بتاعك ولا لأ. بتعدي المرحلة ولا ما بتعديش. هي دي انت شايف ان يعني محمد شريف. اه. كون ان هو اه لعب في الفترة الاخيرة في مباراة كود فار. اه. ممكن يكون لي دور بشكل اساسي في مباراة المغرب. لا لا. ولا الافضل ان هو يحافظ على القوامل اللي بدأ به. هو لو بتسألني عن الافضل الافضل انه يحافظ. انا بس لك واللي هيحصل انه هو هيحافظ. يعني يعني هو هو محمد شريف هو البديل لمصطفى محمد من وجهة نظر مستر كيروش والجهاز الفني. فهو مصطفى محمد يعني خارج من المباراة سليم. فهيبقى موجود في المباراة ان شاء الله بإذن الله لغاية يوم المباراة هيبقى موجود مصطفى محمد كالعيب اساسي. ومحمد صلاح وعمر مرموش. هتلاقي نفس نفس اللعيبة. هو اللي خرج مصاب هينزل مكان واحد تاني سليم وخلاص. بس. بس كده. لكن. لفي تغيير في طريقة اللعب ولا في تغيير في طريقة. كيفية التعامل مع حكيمي على وجه التحديد باعتبره ان هو يعني واحد من اخطر لعبي منتخبل. مش كابت الرضا عبدالعلم بارح قالك يلعب ارمي عليه محمد صلاح. ومصر كلها انتقدت الراجل عشان غير مركز محمد صلاح وده من هنا في النص. اروح موديه ميت. اشماهي انت ما تكلمتش ليه مع كابتا النار. ما انا تكلمت. كلمت قلت ايه. قلت ايه. قلت ايه. قلت ايه. الحلقة. ما نوعد نقضي على. ان نقضي الحلقة. نوعد على حلقة المبارح. لا. يعني حكيمي لعيب كويس. هيلعب عليه الموجود احمد فتوح ناحية الشمال. وعمر مرموش. هما الانتين هيبقوا مسؤولين عن الناحية دي. بس. فانت عمر مرموش انت لعيب كويس. وبتلعب في الدور الالماني. ومفترض ان انت يعني عندك خبرات كويسة دلوقتي. وبتلت تاخد بشكل كويس. احمد فتوح انت لعيب لعب توليمبيات ولعب تلوقتي كاس افريقيا مع المنتخب الاول وعب تكاس افريقيا مع منتخب تلاتة وعشرين. فاة منتخب اوليمبي. فانت عندك من الخبرات كويس. هتلعبوا لعيب مميز جدا. هنعمل ايه? يعني هنغير مركز واحد عشان خاطر اه نشوف واحد تاني اه ما اصلا انا محمد صلاح طبعا عنده على فكرة محمد صلاح. عشان برضو الناس كانوا بتنتقد ان محمد صلاح انا محمد صلاح في المقاولين اصلا كان مهاجم. كانش لا ناحية يمين ولا ناحية الشمال ولا اي حاجة. محمد صلاح طرف من انه هو مهاجم المقاولين. ولا كان بيلعب بقى ناحية اليمين ولا ناحية الشمال. هو كان فرود. هو كان فرود المقاولين. محمد صلاح فرود المقاولين. كان بيلعب ناحية اليمين. يا عم اسمع بقى. انا بقول اه. ما ترجعنيش. محمد صلاح كان فرود المقاولين. ما كانش في حاجة بس مجدد يمين وفيروت شوال. وكان بيلعب ناحية اليمين. طيب مش هنختلف على ده. انا بادرجع للفيديوهات القديمة بتاعة محمد صلاح. لا مش فيديوهات اصلاح بقولك على كلام كان قبل كدام محمد صلاح هي عن الكنايات. في لعيب ممكن يلعب في اكتر من المركز وما بقاش عنده مشكلة. ومحمد صلاح بكم الخبرات اللي عنده يلعب في اكتر من مركز على فكرة. يلعب في اكتر من المركز. محمد صلاح. احنا. طب يبقى انت بتدايق ليه ان الرضا عبدالعال قالك ان هو ممكن يغير. لا انا مش بتدايق. انا بقولك ان انتو ما قابلتوش الكلام. لما بيجي من 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 كابتر رضا ما حدش بيقابل الكلام بكلام فاني. انا 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 وجهة نظري. انا 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 وجهة نظري. انا بسيب كل واحد يقول له هو عيسو. طبعا. لان دي وجهة نظر. مش انت مش انت انا تضيف. يا عمنا طالع اتكلم. اتو رجل عندك باندامج هوة كل يوم. انا سايبك اقول اللي انت عايزه. ما تجدلنيش بقى. لازم ارد عليك وانا لازم ارده وانا جاي بقولك امين. مش هقولك امين خالص. طيب. خليني اه. انا لا عشان بس ننهل القصة لها يعني سوك من الهزار اللي هزورناها انما انا شايف اشرف حكيمي طبعا من احسن الباكات الوقت الموجودة في العالم دلوقتي. ولكن انا شايف ان امر مرموش واحمد فتوح ويحترموا جدا اشرف حكيمي ويلعب عليه في شكل كويس. طيب سريعا هاخد رأيك في مين اللي ممكن يتقاهد في الدور التمانية. الكاميرون وجنبها. الكاميرون. الكاميرون. تونس وبوركينا فاسو. تونس. مصر والمغرب طبعا مش هسألك عليها. لا اتمنى مصر طبعا. اه طبعا مصر. نتمنى مصر. السنغال وغينيا الاستوي. السنغال. مباراة السنغال في تصفيات كاس العالم مواجهتنا ليهم. مباراة صعبة ونقدر نحكم على مستوى السنغال دلوقتي في طولة افرقيا. ولا مباراتين السنغال في تصفيات كاس العالم مختلفين عن اداء السنغال اللي احنا شايفينه في ام وافرقيا دلوقتي. يعني ممكن يبقى اسوأ. يعني ممكن الاداء في شهر ثلاثة يبقى اسوأ. ممكن يبقى احسن زي مصر بالزبط ممكن يبقى الاداء في شهر ثلاثة اداء مميز جدا وممكن يبقى اسوأ فانت متعرفش لسه لما توصل لشهر ثلاثة مين اللعيب اللي هتلعب اصلا ممكن لقدر الله كله بيرجع للدوريات بتاعته بيرجع للاندية بتاعته ممكن لعيبة كتير تبقى مش موجودة لقدر الله انما خلينا نقول ان مصر والسنغال في مباراة كاس في التصفيات بتاع كاس العالم 180 دقيقة اسلام ما تكونش هزار محدش كلمنا عن اداء بقى محدش كلمنا عن اداء احنا عايزين نروح كاس عالم كاس عالم انا شايف ان هي الحاجة الوحيدة اللي نبدأ نتكلم فيها عن اداء لما نوصل لان احنا اكيد مش نعب على كاس العالم يعني اكيد احنا مش منتظرين نتيجة ان مصر تاخد كاس العالم لم حضر الله ولا مخطط الله ولا بنشتغل لها احنا بنشتغل عشان نوصل لما نوصل نقدي بقى الكرة الحلوة ونتكلم بقى عن الاداء والشغل العالي اللي ممكن نعمله هناك انما المية وتمانين دقيقة سواء المباراة اللي في القاهرة او المباراة اللي في دكار لازم نلعب على مكسب بس لازم نكسب على تأهل بس تأهل يجي بقى بالجمل التكتيكية بالجمل الخططية بالعك بالاوفرات بقى اي حاجة بس المهم ان احنا نوصل ونتأهل ونصعب لكاس العالم بإذن الله هل انت شايف انه ممكن يكون فيه تغييرات على التشكيل في مباراة كسا بعيدا عن الاصابات اه بعيدا عن الاصابات اه اه يعني ربنا يسلم الجميع يا رب ممكن يكون فيه على التشكيل الاسائية المنتخب مصر في مباراتين السنغار يعني لو بتتكلم على انك محافظ على في مباراتك الدبار على ومبارات المغرب ان شاء الله بإذن الله ولغاية ما نخلص البطولة بإذن ربنا ان شاء الله بنفس التشكيل ممكن على شهر ثلاثة اللي يتغير واحد أو اثنين بالكتير قوي إنما هتلاقي تسعة من القوام موجودين في الملعب أساسا واحد أو اثنين في مراكز معينة ولا يعني أبتكلم على وجهة نظرك انت لا أنا لو ما فيش إصابات عند اللعيبة واللعيبة كلها بتلعب في أنديتها بعد ما رجعت من كاس أفريقيا وكله بيلعب ومستمر هلعب بنفس التشكيل تشكيل مصر قدام المغرب يكون ايه من وجهة نظرك هيبقى أبو جبل هيبقى عمر كمال عبد الواحد حجازي محمد عبد المنعم أحمد فتوح هيلعب بإنمي عليمينو السلية على شمالو إمام عشور مرموش ومصطفى وصلاح ده التشكيل من وجهة نظرك ده من وجهة نظرك إنما ممكن هو هيبقى التغيير في إمام عشور ممكن ينازل مكانه مهند لشين بس طيب بنتبع كسر ربطة أو لا؟ آه طبعا البطولة عجباك ولا شايف مدى استفادة الأندية منها؟ لا طبعا عجباني جدا ما هو الطبيعي بتاع السلين اللي فاتت كلها من ساعة ملعبنا كورة إن الوقت ده وقت ميت جدا للأندية ولعبت الأندية بتبقى يعني ملانة إحنا كنا بنا بقى ساعتها واللعبة في المنتقى بكنا بنروح التمرين حالة ملال يوم ما بنلعب ماتش ودي كنا بنلعبه في التتش أو لابنا في الدنيا برضو إيه؟ عارف مفاش التغيير فيه روتين اللي قال لي وزا مالك بيتعاملوا مع البطولة بعدم جدية بنشوف إن هم كل واحد فيهم الأخير في مجموعته وفي نفس الوقت بيتغلبوا بالتلاتة زا مالك يتغلب المحلة بالتلاتة والأهل النهاردة ما عندكش عدد من اللاعبين لأن اللاعبين الدوليين موجودين في المنتخبات سواء منتخب مصر أو منتخبات الإفريقية الأخرى زي علي معلول وزايد يانج وزايد الناس دي وبين شارقي في المحة التانية وبدر بنون يعني في كذا لاعب ممكن ما يبقوش موجودين عشان خاطر الصفة الدولية فأنت الأهل والزمالك عندهم كم من الناشئين واستفادوا بشكل كبير وأن الجمهور شافوا يعني النتاج مش مهمة منهم لا طبعا أصلا النتاج مش مهمة في الودي في أي حاجة أنا وجهة نظري كده دايما والنتاج الودية بتبقى مهمة للأندية اللي هي معنداشها النفس الطويل يعني أندية ممكن الكاس الرطة ديتليها فرقة عمرها ما هتاخد دوري ولا هتاخد يعني حاجة طويلة عندها عايزة نفس طويل زي ما هتاخد كاس رطة تاخد كاس مصر حاجات اللي هي السريعة دي اللي 5-6 متشاط الموضوع بينتهي أعتقد يعني هتلاقي عندها غير الأهل والزمالك خاصة في أن الأهل والزمالك ما عندهمش لعبة دوليين كتير المرحلة الجاية في المنتخب الأولمبي أصعب من اللي فاتت؟ طبعا بكتير جدا أصعب بكتير جدا لأن إحنا المرحلة اللي فاتت كان عندنا منتخب قدرنا نبني عليه كان لسه مخلص مع كابتن معتمة جمال بطولة أفريقيا وكان فيه قوام دخلنا عنهم عناصر مميزة شوية إنما في الآخر عندك قوام المراضي إنت استلمت فرقة لعبة كويسة وجيل كويس إنما في الآخر برضو ما لعبوش موتش رسمي مع بعض لأن راحوا تونس جالهم كورونا ما لعبوش فالدنيا مختلفة شوية زائد إن إنت وصلت للتوب في المنتخب اللي فات فإنت مطالب إنك ما ينفعش تنزل عن التوب فإنت لا عندك عن أصلا الناس عمالة تتكلم عن إنه سنتين يا إسلام وهنقعد سنتين إنتك بتقول لي لسه قبل الهوى أنتوا قاعدين سنتين لا قاعدين سنتين إدي إحنا عندنا مطش شهر عشر الجاي سهلاً؟ عندنا مطش في التصفيات شهر عشر الجاي لو لا قدر الله لا قدر الله حصل حاجة في المطش بتاع شهر عشر ما فيش منتخب أولمبي أصلاً يعني ما فيش أصلاً منتخب أولمبي لا فيه بطورة أفريقيا ولا فيه أولمبياد باريس فإنت بتتكلم في حاجة يعني لا المهمة صعبة طيب شهر عشر ده اللي جاي إنت عندك كم أجندة؟ أجندتين؟ أجند شهر ثلاثة وشهر ستة ممكن تبقى فيه أجندة كمان يعني الأجندة قد إيه؟ أسبوع يعني من 23 إلى 29 اللي هو ساعة المباراة بتاع التصفيات كاس العالم وشهر ستة كمان فيه أجندة يعني أنت المنتخب أولمبي عندك أسبوعين شهر ثلاثة وشهر ستة عشان تحضر للمباراة بتاع شهر عشر لأ إن شاء الله تعملوا حاجة كويسة وزي ما قدمت والفترة اللي فات مع كابتشاوي غريب يعني جيل جديد للكرة في مصر إن شاء الله تعملوا حاجة كويسة إن شاء الله الفترة اللي جاء إن شاء الله بإذن الله قل لي أصعب مباراة في تاريخك سريعاً أصعب؟ أصعب مباراة في لاعب مدرب أصعب مباراة ما تنسهاش أصعب مباراة بالنسبة لك لا يعني خلينا أحسن يا أحلى مباراة في حياتي كانت لا أصعب إنت هنا بتاع الصعب هنا صعب كل لا أصعب مباراة وأوحش مباراة عدت علي مباراة الأهلي وبيترو قتلتك وفي أستاذ القايرة اللي تغبني في أربعة آه دي كانت مباراة صعبة جداً بالنسبة لي أحلى مباراة عملتها مع الأهلي التراجد تونسي هنا في القاهرة اللي بعد كده روحنا هناك وسهلا وحفيز جاب جون هناك إن مباراة الزهاب هنا عملت مباراة كبيرة جداً أنا قلت هتقول لي مع منتخب مصر كان إيه الجول اللي أنت جبته كان ده فنلندا آه ده فنلندا ده في كاس العالم مشابه أنت هتقول لي آه أحلى فرحتين بقى أحلى فرحتين لي في الكورة من ساعة ما يعني من ساعة ما لعبت كورة يعني أولاً ربنا سبحانه وتعالى طبعاً سانياً كابتن شاوه غريب لي فضل كبير جداً علي سواء وأنا لعب أو وأنا مدرب وعد علي بقى أناس كتير جداً جداً لا أنا أريد واحد بس أريد واحد بس هو كابتن شاوه غريب كابتن واي الرياض شرفتنا ونورتنا نفسي عرفت أنت مين اللي فضل عليك عشان تبقى يعني مزيع ومقدم وصحفي مين اللي فضل عليك ربنا سبحانه وتعالى غير رب رسحة على يقول لي اسم أقولولك بعد الفاصل لا في ناس كتير طبعاً هادئ عليكم كلهم في ناس كتير بس ربنا سبحانه وتعالى وقف جنبك في الاخر الحمد لله دايماً ربنا يوقف جنبي وأكيد ربنا وقف جنبي في حواري المهاردة مع واقل رياض شيتوس وعدة بخير وسلام هطلع فاصل بشهر واقل رياض طبعاً وستعبل بقى الأستاذ محمد شرقاوي والأستاذ خالد عمش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة